السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ما نعمل معكم هاد الخبيزات بدون دقيق ابيض بدون غلوتن يعني تصلحو الناس اللي عندهم السلية كل اللي عندهم الحساسية ديال الغلوتن تصلحو الناس اللي عندهم السكر ولي عندهم مقاومات الانسونين زيان للكيتو راهم معمونين نحب دقيق ديال اللوز اللي تنسى امنوا فيه وانتون كم بدون تشوفوا ارطبين ممكن تعملوا بيهم تديروهم هادو كخبيزات ديال الهامبرغر اولا تديروهم هاكات بحال الطوست في الصبح تديروهم تحمروهم تديرو فيهم هاكات جبان ولا اسيلة ولا اللي بغيتو تيجيو ارطبين هشاش ولي ديالين هنشوشو ما شاء الله كيفاش محمرين ارطبين ارطبين وغنيين كذلك في البروتين لانه فيهم مدقيق ديال اللوز راها الوصفة بسيطة بزاف وما تتقفدش الوقت نهائيا وتيخشوا فيها هادو الربعة ديال الخبيزات هاكدا انا وردكم هنا الصورة بيديال بيرجر ممكن تستخدموهم اي استخدام تتحبوه المقادي انا ثلاثة ديال البيضات هادو نديلهم شوية ديال المليحة ودن ندربهم ما فيهاش مقادير كثيرة بساف نهائيا ودن ديال البيكن باودر اولا الخميرة الكيموية نديروا قياس ثمانية جرام بحلة الساشية ديال الخميرة الكيموية ودن نخلطو هنا اضفت جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي اللي غير محلة وكداليك ثلاثين جرام ديال الزبدة مدوبة انا مشاتلي اللقطة وهنا دا نضيف تسعين جرام ديال الدقيق ديال اللوز اولا لاندكم اللوز صايل اتقبطو الطحنوه اولي لكم دقيق بحال هكده وتخلطوه ثلاثة ديال البيضات رشة ديال الملح ثمانية جرام ديال الخميرة الكيموية ثلاثين جرام ديال الزبدة مدوبة جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي وفيها تسعين جرام ديال الدقيق ديال اللوز تخلطوه بحال هكده بحال تخلطو كيكا فاقت الفراني سخنتو على مية وسبعين دراجة هي تلتمية أربعين فرانهايت دات البعاد القوالي بهنا يا صغير ورين هكده فوق ورقة الزبدة ممكن انكم هاد القوالي بدهنوهم بالجناب بالزيت اولا بدهنوهم بالزبدة باش ما تلصق لكم شيهم العجينة ديال هاد الخبيزات وداتهم فوق ورقة الزبدة هنا ديال الطهي اطلا نقطع هذك الجنب اللي زايد عندي من هذك الطر اللي زايد من الجنب باش ما يتحرقش الفران صافي فهذك العجينة قسمتها الهربعات خبيزات ومن الفوق بغيت نزينهم بشوية ديال الزنجلان ممكن ديرو الزنجلان حبت الباراكات زينهم باش ما حبيتوا الفوق ساهلين نفتح ذي راشيك باش خلطهم تخلطوهم بمعالقة اولا بتطرر بحال هكده كاليداوي فقط صافي دابا انا ندخلهم الفران هي المهم دهنو هذك القواليب الفران قد كمية وسبعين دراجة ها هوا ماتتي تحمروا لكم هشي ما شاء الله كي باش يخرجون تيجي ورطبين هشين بحال الشكل ديال البريوش تيجيو بحال الشكل ديال البريوش تماما هانتو شوف ما شاء الله لتحت محمر وهي كلها محمرة ورطب رطب بزاف بحال إذا تقولوا عاكت تصابوا بريوش انا بغيت يدير بيه كاسكروت اولا في الصبح ولا تديروها بحال خبز ديال البرجر تيجي رطب وسهل تحضير تسعين جرام يعني قلي من 100 جرام ديال اللوز تدير لكم اربعة ديال الخبيزات هاكدا يعني تبارك الله هدا كيلو ديال اللوز يدير لكم عشرة ولا 11 المرة هاد الكمية ما شاء الله يعني ما فيهش بزاف ديال المقادير الخبيزات رطبين اهشاج ممكن تقسموهم على جوج وتحتبدو بيهم في المجمد فاش بغيوهم تخرجوهم ديروهم في الطوستر وتحمروهم اولا تديرو كيف ما بغيو حبيتي وتاكلوهم اولا بحال بريوش تيجيو الداد بزاف هشاش وغنيين كذلك بالبروتين وما فيهمش نهائيا مزيين الاصحاب السكاري المقاومات الانسوني الناس اللي انهم حدثية الكلوتن او اللي عندهم مرض سيلياك فهتا الناس اللي تتبعوا الكيتوم وما شاء الله هذا صحيا ارتبين خفاف وسهلين في التحضر يعني اخر دقيقة الواحد ممكن يحضرهم الداد فانتمنى ان الوصفة تأجبكم اردوا لي في تعاليق كيف اجدتكم الوصفة اتمنى تجربوها ادخلوا لي التعاليق شكرا على المشاهدة التقي بكم في وصفة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته